بسم الله الرحمن الرحيم معكم الدكتور معاد العالمي أخي الصائف أمراض نساء والتوليد ورئيس للمنظمة المريبية لأطباء بلا حدود اليوم تتشوفوا بإننا جينا اليوم التانوية محمد السراج التي تقع في مدينة سيديح يزير تابع العملات الخيرات المعرى العودة دينا لأن المرة اللولا جينا هنا وعملنا واحد الحملة تحسي سيادة التدخين ومن بعد عملنا فحص طبي واخدنا لهم عينات التحليل الحملة دينا هي بشراكة تحت إشراف العمالة تسخيرات مراء بشراكة مع الاندهاش مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتيتم الكشف الطبي والعلاج مع المنظمة بأطباء بلا حدود المرحلة الثانية هي مجموعنا في إطار الدعم المدرسي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن ثم نتكلفه بالكشف الطبي والتحاليل والحملة فيها بعض الأقصى أولا حملة تحسيسية تقوم بتحسيس ضد تدخين أخطاء التدخين والطوق الإقلاع والإدمان المرحلة الثانية التحسيسية تتكلم فيها على البلوغ ومراحل المواكب هذه البلوغ عند الفتيات خاصة الفتيات التي تكون عند المشاكل توعية صحية ولكن على حسب المواضع هذه المواضع تحسيس ضد تدخين تقوم بتحسيس تقوم بتوزيع كتيبات صغيرين ومدار التدخين بالنسبة للبلوغ المبكرة عن الفتيات خاصة الفتيات التي تكون لديهم نازف ومتح درش ومتح درش ومتح تقوم بتوعية وتتم عليهم توزيع كتيبات صغيرا على البلوغ والمشاكل والنصائح وتتم توزيع عليهم حتى الفوطات الصحية الحملة الثالثة وهي الحملة تحسيسية للأمراض الفم والأسنان حملة تحسيسية للأسنان تدوم فيها قاعة تتبين كيفية أمراض مسببة للأسنان تتبين الأطفال الصغر الأولاد لكيفية تغسلوا الأسنان لهم وتتم توزيع عليهم فرشة الأسنان ومعاج الأسنان هذه المرحلة المرحلة الثانية وهي قافلة طبية قافلة الطبية تتم استدعاء طبية اختصاصية مختلفة لتخصصات تنقوموا الكشف على أي مدرسة جينا إعدادية أو تانوية تنقوموا بالنساق مع المدير الإعدادية والأساسي التي ترى الأطفال الذين لديهم مشاكل مشاكل في الصحة لهم وتعزلوهم منها تتبين المدير الإعدادية وحفظه يتبين المدير الإعدادية فيها 257 تلميذ تُحفظ طبي لا ترى أولا ترى الأطفال يترى الولياء ترى طب الأطفال يترى الإيكوغرافي ترى السونار يترى المشاكل الصحية يترى المدير الإعدادية لا يجب أن تقوم بعمل تحاليل الطبيعي لأنه هناك مختبى متنقل مختبى متنقلاتي يتم عمل التحاليل وتشاهدوا اليوم هذا اليوم الثاني من الحملة الطبيعي لم تنسوا هذه الأمور تنجعوا أسبوع من بعد وتشاهدوا أن هذه التحاليل يمجبنا لهم نتيجة وعلى حسب نتيجة سيتم توزيع لهم الأدوية هذه المرحلة الثانية والآخرة تنجعوا بجميع الإعدادات والثانوية هذه هي باختصار الجولة التي بدأت إعدادية سيديحية زعير ثم انتقلنا إلى ثانوية محمد السراج ثم مشينا إعدادية مصر الخير ثم مشينا ثانوية مصر الخير هذا البرنامج أولا خاص بالعالم القاروي لعملنا سيديحية زعير كان لدينا في المنزة على تنويات أبو بكر وإعدادية أبو هريرة ولكن جاء رمضان مع أصحاب العملاء قررنا لكي نوقفوا هذا رمضان ونشاء الله نستمر الحملة لأننا لدينا المنزة لدينا الصباح في المناطق هذه الحملة تستهدف 5000 تلميذ في المنطقة ونسيت من قولكم بأن الحملة أخرى تصحيح طب العيون 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 والحمد لله لأن الأمقين تلتحصتح وكل شيء تلتحصت محضرة تلتحصت مع المدير المؤسسة ويوجدون اللوائح تحسين اللوائح كلهم تتطوعوا معنا ونذهب للدمة يومين أو تلت يام قبل في حملات الطبيعية سوف نشتغل قاعة التحسيس سوف نرى ميكروفون وداتاشور سوف نرى القاعة التحسيسية سوف تصل لها 220-250 بنت إذا كانت قاعة تستوعب 100 سوف نرى قاعة تستوعب 50 سوف نرى قاعة التحسيس للتدخين وقاعة التحسيس للأسنان قاعة التحسيسة فقط نعمل حملات الطيبية اخرى إذن من تستخدم المندوبية الصحة وفاقات مستخدم يمكن أن تكونوا نتخذ الصفحات كما تقوم بإذن هذه الحصول سوف نرى المكلمات في ديكرا السرطان في مارس والفيفرية نق炒نا في ثمارة سلطة ويعملنا في العمل في مدى مغيبيا فحص دقيق لجميع موظفين وموظفات العمل في استخدار التمارة وجميع الجماعات وجميع جماعة إقليم التمارة كلهم وجمعناهم في العمل ومتعنا شكر للسيد العمل وفرنا الظروف واشتغلنا تمامايا واجبنا للماموغرافي وكان معنا راديولوغ وليكوغرافي وعندنا نقل بها لييفيا لييفيا هو هو فحص العنقى وأن ترى ما في المسحول العنقى ترى ما يغيير فيه وكذلك هناك خلايا سرطانية ستجدونت أمارات بحلقة ويجمعوني في المدارسة ويجمعوني في حمل الطبيعي ونعملون تجدون العنقى في النهار في المدرسة ويجمعون من المشكلة وتنسقهم على المستشفى الإقليمي وتنسفتهم تماماً وتنخل الهاتف وتنواك وتنسفهم على الهاتف حتى تأخذ العملية أو العلاج النفسي هذه هي المرحلة نحن منطمة التي نعمل فيها ثانياً نحن متطوعة طباء متطوعين قبل كورونا كنا نعمل خارج نعمل خارجنا في إقليم مرموشة نعمل خارجنا في تيزنيت نعمل خارجنا في مناطق مثلاً في إقليم الصويرة كانت نخرج من القرى ولكن عندما جاءت الكوفيد وكان هذا الحصر حاولنا نعمل على الأقل في الإقليم في الإقليم كان من الصفار وكان أسميته الحجر الصحي بقنا نعمل داخل هذا وكاننا أشتغلنا في حملات تعويية ومنطمة الأطباء في الأطباء في حجر الصحي كانوا لدينا لوائح الأطباء مختصين بالتليفون كنا نعمل كنا نعمل بالتليفون بالناس الذين يعانموا المشاكل في التنفس كنا نعمل اختصاصيين وخطائهم في أمارات الصدرية كنا نعمل وكنا نعمل وكنا نعمل وكنا نعمل من الخارج في حالة الصحي لم نقصين من غير محطين من كنا كنا نعمل ونعمل أمريكا وغلندان وبلژيكا كانت الأطباء وكانتقوم بسيتي وكانتحضهم من فسنة وكانتحضهم وانتقوم بعمل وكانتحضهم وكانتحضهم وخايا وقتنا يصحص marriage وكانتصدر في المغاربة مقاطعنا في الخارج قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا وفلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية